في ساعات حاسمة للحيلولة بين دعم العراق أو تركه بمعزل وفي الوقت بدل الضائع تكشف المفاتيح للزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء من قبل السفراء ودبلوماسيين لإنهاء أزمة قد يأخذ أثرها العراق نحو المجهول إذا لم تتوقف رياح الانفلات والكتيوشة أو يرفع الغطاء عن الميليشيات المدعومة بعضها من الخارج جمع دولي ودبلوماسي بحضور أكثر من 25 شخصية على طاولة السفير البريطاني بمقر سفارة بلاده في بغداد بعد أن تسارعت عقارب ساعات المشهد المتأزم في علاقة العراق بالمجتمع الدولي دبلوماسيون وسفراء يتفقون على خطوط حمر وبتسريبات فتحت الباب أمام أوراق اجتماع يضع خطوطا عريضة للقاء الكاظمي خلال الساعات المقبلة والاتفاق عليها جملة وتفصيل أول هذه الخطوط دعم كامل وشامل للحكومة العراقية بقيادة رئيس وزرائها والحث على حماية البعثات الدبلوماسية في البلاد بعد أن أصبحت مسألة عدم الاكتراث باحترام ضيوف الدول مشهدا دمويا في معظم الأحيان على يد ميليشيات لا تلقي بالا لصوت القانون أو احترام الحكومة أمريكا التي حذرت قبل أسابيع قريبة ضرورة إنهاء لغة الكاتيوشا وقطع حبل استهداف السفارة الأمريكية ورعاياها ها هي تجدد العهد على لسان سفيرها الذي كان حاضرا في اجتماع السفير البريطاني فيؤكد ثابت الدعم الأمريكي ضمن التحالف الدولي بمحاربة الإرهاب أما خروجهم فقد يحدث لحماية الدبلوماسيين فقط أما وإن حدث ما لا تحمد عقباه وخرجت سفارة أمريكا وخرج معها جمع دبلوماسي وسفارات أخرى فقد يصبح العراق في معزل دولي وهو الذي ينذر بكارثة قد تنهي بصيص أمل بتحسين وضع البلاد الاقتصادي البلاد التي توشك الوقوع في بؤرة الإفلاس الساعات المقبلة التي تجمع بين السفراء من جهة والكاظم من جهة أخرى ترشح عنها توقعات بمضي الكاظم نحو معاقبة الخارجين عن القانون وضرورة الالتفاف السياسي خلف سلطة الدولة ونزع مسلسل القصف والاستهداف الذي بات ثيمة تدمر وجه العراق أمام المجتمع الدولي وهو ما يحرج الشعب العراقي وحكومته أمر جعل البلاد في صورة الأرض التي لا تهدى ولا تستقر فإما ليتركها العالم لتعلو فيها لغة القصف والنار وغياب الأمن والقانون أو أن تفتح صفحة جديدة في تاريخ العراقيين وبلادهم وقبل كل شيء فإن الحكومة العراقية أمام مفترق طرق الآن وهي التي تحمل تركة ثقيلة من انهيار اقتصادي وآخر سياسي قد يحدث إذا ما ضربت ميليشيات السلاح كل التحذير بعرض الحائط وقد يهدم الحائط الذي قد بقي فرصة أخيرة قبل ضياع فرصة صناعة دولة عراقية تدم فيها لغة المؤسسات والقانون